السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف السادس الابتدائي عندي موضوع جمع التكسير راح نشرحه مع أهل التماري يعني فيديو واحد نشرحه لأن شرحه بسيط ما يحتاج له فيديو ببحده نشرحه ونحن التماري جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير في صورة مفرده يعني خلينا نشرحه بالورقة أو نفتهم يلا نعرف جمع التكسير جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير في صورة مفرده جمع التكسير جمع التكسير جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير في صورة مفرده يعني مثلا ناخذ مثال يعني كلمة عدي مدرسة مدرسة شصير هذه مدرسة هاي المفرد أحولها إلى جمع تكسير مدارس يعني غيرت الأحرف مالتها مدرسة مدارس تغيير في صورة مفرده عدي باب أبواب بعض شون تغيرت جمع التكسير شن فرق عن جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم واونون وياونون أو جمع المؤنث السالم الفوتاء وهذا جمع التكسير ما بي لا واونون ولا الفوتاء يعني تتغير في صورة مفرده باب أبواب عدي قفص أقفاص وإلى آخره خلينا ناخذ جمل ناخذ جمل مثلا كرمه كرمه الوزير الأطباء كرمه كرمه الوزير الأطباء هسا نقول استخرج الجمع التكسير اللي هي الأطباء هذا جمع شنو نوعه جمع التكسير جمع تكسير شنو المفرد مالته الطبيب الطبيب ناخذ بعد جملة سلمت سلمت على العمالي سلمت على العمالي زي ونستخرج الجمع التكسير العمالي شنو المفرد مالته العامل مفرد مالته العامل زي هذا جمع التكسير خلينا العراب حسب موقعه من الجملة يعني فتحة إذا كان مفعول به وكسرة إذا كان مجرور وضم إذا كان مرفوع يعني ضم والفتحة والكسرة مثلا أعرب هذه كرم فعل ماضي مبني على الفتح الوزير فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره والأطباء مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره سلمت على العمالي سلمت فعل فعل على حرف جر والعمالي اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة في آخره يعني العراب حسب موقع من الجملة مثل عندي أباخرة سوي ليها جمع تكسير بواخر قرد قردة زهرة أزهار وإلى آخره هذا هو جمع التكسير خلينا نحل التمارين قبل التمارين شوفوا هذا التمرين المحلول كلش مهم عيني اذكر جمع التكسير لكل كلمة مدرسة مدارس باب أبواب مسجد مساجد شارع شوارع نافذة نوافذ دار دور باخرة بواخر مفتاح مفاتيح صورة صور طالب طلاب نهر أنهار سمكة سمك قفص أقفاص قرد قردة سر إسراب أسفور أسافير دولاب دواليب نعور نواعير جدول جداول حديقة حدائق زهرة أسهار هذا كلش مهم التمرين المحلول نجي على التمرين الأول بجمع التكسير تمارين جمع التكسير أضع خط تحت جمع المذكر السالم وخطين تحت جمع التكسير قلت لكم الجمع المذكر السالم وونون في حالة الرفع وياونون في حالتين نصب وجر أولا ينصح الآباء وأولادهم هذا جمع تكسير نخلي خطين أولادهم جمع تكسير نخلي خطين اثنين صعود الجبال صعب الجبال نخلي خطين جمع تكسير ثلاثة يعالج الأطباء المرضى الأطباء جمع تكسير خطين المرضى جمع تكسير خطين أربعة أغلقت شبابيك الصفوف شبابيك جمع تكسير خطين والصفوف جمع تكسير سجد المصلون شكرا لله المصلون هنا جمع مذكر سالم خط واحد ستة المؤمنون يحب بعضهم بعضا المؤمنون خط واحد لأنه جمع مذكر سالم سبعة قاد الرعاة أبقارهم من المرعى الرعاة خطين جمع تكسير أبقارهم خطين جمع تكسير ثمانية أجود أنواع التمور يحملها نخيل العراق التمور جمع تكسير خطين نخيل جمع تكسير خطين الطلاب مواظبون على الدراسة مواظبون جمع مذكر سالم خط واضح إن العراقيين مصممون على بناء الوطن العراقيين جمع مذكر سالم خط واحد مصممون جمع مذكر سالم خط واحد ثانيا ضع جمع تكسير في المكان الخالي من الجمال الآتية أولا الأغنياء يقدمون المساعدة إلى المحتاجين شاهدت النجوم مضيئة في السماء في العراق مياه وفيرة وأسماك طيبة في جنوب العراق يكثر شجر النخيل وفي شماله يكثر شجر البرتقال تبريد الثالث اذكر مفرد كل جمع من الجموع الآتية هنا أنا خليتها والتبريد الثالث هياته يعني مدارس مدرسة فوارس أصدقاء صديق أقول خطب فيلة سيوف مرضى مريض نوافذ نافذة صحون صحن ذئب قوانين قانون أنبياء نبي فرق فرقة أحزمة حزام أحياء حي طريق طرق طريق نواعير ناعور قواطع قاطع أوراق ورقة يلا اخذوا لها صورة خاطر ننتقل إلى التمرين الأخير هو التمرين الرابع تمام التمرين الرابع طبعا الثالث والرابع كلش مهمات ما نوع الجمع مما يأتي علماء أبنية محسنون محمدون متسامحات ساجدات قلت لكم الفرق بين جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم وجمع التكسير جمع المذكر السالم واونون وياونون وجمع المؤنث السالم ألف وتاء وجمع المذكر اللوعة التكسير جمع التكسير اللي هو ما بي لا واونون ولا ألف وتاء علماء جمع تكسير أبنية جمع تكسير محسنون جمع مذكر سالم محمدون جمع مذكر سالم متسامحات جمع مؤنة سالم وساجدات جمع مؤنة سالم هاي يعني شرح جمع التكسير لطلاب الصف السادس الابتدائي هو الشرح بنفس الوقت وحل التمارين موضوع جدا بسيط وإن شاء الله التوفيق